مع تعاقب رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية لنحو عشرين عاماً ظل قرار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن الخاص بتمديد حالة الطوارئ في العراق يمدد مع كل رئيس أمريكي جديد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في الثاني والعشرين من أيار عام 2003 بمجيب سلطته المخولة له كرئيس أمريكي أصدر قرار حالة الطوارئ الذي يعنى بحماية صندوق تنمية العراق والممتلكات التي للعراق مصلحة فيها بما يتضمن حماية النفط العراقي والمنتجات النفطية والعائدات ومواجهة ما يعرقل إعادة الإعمار المنظم للعراق كما يقضي بحظر تصدير بعض السلع الخاصة بالإضافة لمعاقبة الشخصيات والكينات التي تشكل تهديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة ويخول القرار منذ تاريخ نفاذه وعلى مدى عشرين عاماً مع كل تجديد يصدره كل رئيس أمريكي جديد لوزير الخزانة الأمريكية مع وزيري الخارجية والدفاع استخدام الصلاحية الممنوحة ببنود القرار الممنوحة للرئيس لكن القرار من وجهة نظر البعض لا يرون في استمراره ما يخدم البلاد سيما مع مروره منعطفات صعبة إذ يمنح القرار صلاحية للرئيس الأمريكي بفرض عقوبات أمنية أو اقتصادية إلا أنه مع وجهة نظر الخبراء أمنيين يظل قراراً مهماً على صعيد ملاحقة أشخاص تابعين لجماعات متهمة بالإرهاب وتقويض الأمن أو تخليب الاقتصاد وهو ما تحدث به مراقبون محليون ودوليون حول أهميته لصالح العراق وأمريكا على حد سواء فيما تزامن تجديد القرار عشية تصريحات السفيرة الأمريكية ببغداد بما قالت إن العراقيين لا يريدون دولة تسيطر عليها الميليشيات على حد تعبيرها وعن أمريكا لن ترحل عن المنطقة في إشارتها لأهمية العراق الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن